وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين العقل والنص التوازن بين العقل والنص رزقني الله عز وجل هذا العقل وأنزل علي نصوص أيهما يقدم في البديء أقول لك ريح نفسك ريح نفسك فإن الله تبارك وتعالى أعطى لهذا وظيفته ولهذا وظيفته ولكن احذر 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 حذاري أن يخرج العقل عن نطاقه الذي رسمه الشارع أو أن تجعل النص يغطي على عقلك هذا العقل جاء لفهم هذا النص هذا النص جاء من أجل هذا العقل ولتسير هذا العقل قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي لابد أن نستعمل العقل كيف لا والله تبارك وتعالى يقول في قرآني أفلا يتدبرون القرآن لعلكم تعقلون لقوم يفقهون لمن هذه النصوص لهذه العقول ولكن عندما يختل التوازن يكون هناك اضطراب بين العقل والنص هذا العقل وهذا النص إذا تجاوز العقل حدوده وقعنا في كارثة العقل يحكم على النص كارثة دعوني أضرب لكم مثالا مرة من المرات زرت في القاهرة رجلا رحمة الله عليه توفي هذا الرجل يحاول أن يزن كل شيء بعقله وأنا لا أعيب وزن الأمور بالعقل إذا كانت ضمن الحدود التي رسمها الشارع أما أن تقيس نصوص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على عقلك وتحكم عليها من خلال فهمك فهذه كارثة زرت هذا الرجل وجرت مسألة الصحيحين صحيح الإمام البخاري ومسلم وإذ بالرجل ينتفض فجأة ويقول أقسم بالله العظيم إن في صحيح البخاري ومسلم عشرين ألف حديث موضوع سقط في يده قلت له وهل عدد البخاري ومسلم عشرين ألف حديث ليكون فيه عشرون ألف حديث موضوع وإذ بالرجل يأتي بأوهام عرفت أن الرجل قد أصيب بمرضة وهي مرضة ردة الفعل حصلت عنده ردة فعل فهذا الرجل كان قد ابتلي بأناس يقدسون كل نص جاء في كتاب ورقه أصفر فلا يفرقون بين نص أنزله الله تعالى أو قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام المعصوم أو نص هو من فهم البشر لكلام الله أو كلام رسوله هناك فرق إذا كان النص من كلام الله تعالى أو كلام رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام المعصوم فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع وعقلنا قاصر وأقل من أن نحكم عليه بصحة أو بطلان ولكن المشكلة عند هذا الرجل المريض الذي أصبح عنده هذا المرض أنه أصبحت عنده ردة فعل من شيوخ قدسه نصوصا جاءت من فهم بعض العلماء هنا وقعت الكارثة لما ردوا بعض الشبهات جاءتهم شبهة في حديث توهموا أن فيه غلطا وجاءوا ببعض الأمثلة وجعلوا العقل يحكم على الشرع والحقيقة أن العقل جاء لفهم الشرع لفهم النصوص من المشكلات التي رأيتها كثيرا أنه تكون في مقابلات تلفزيونية مع بعض الذين أسلموا جديدا ما رأيك بالإسلام في معاملة الإسلام مع المرأة؟ ما رأيك بمعلاقة الإسلام وتقنيني لموضوع الربا؟ ما رأيك كذا؟ وإذ به يقول رأيي كذا ورأيي كذا سبحان الله أنت في أمس قد أسلمت واليوم تقول رأيي كذا ورأيي كذا ويخبط خبط عشواء ويركب متن عمياء ويمشي في لججا من الظلمات ويخوض ويقول رأيي كذا ورأيي كذا عفواً رأيك مردود عليك من أنت لتقول رأيي؟ رأيك مردود عليك أنت الذي ستتعلم من الشرع وتقول لنا ماذا قال الشرع في هذه المسألة؟ سأمشي الآن إلى ساحة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطانا المناقشات العقلية وحاور فيها الكفار عندما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وقال لنا أفلا يتدبرون القرآن لقوم يعقلون جاءه بعض المشركين وأرادوا أن يعملوا عقلهم ببعض الأمور فناقشهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور بالعقل ناقشهم بالعقل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم هو يأتي بمسألة عقلية يا محمد بعد أن تكون العظام مثل هذه العظمة يجاء بعظم هل سيحييها الله تبارك وتعالى؟ هذا يعمل النص يعمل العقل أمام النص المعصوم هنا تأتي المشكلة ولكنك إذا وزنت وكما قلت لكم في بعض الأحيان تأتي شبه هي شبهة وليست دليلا هي شبهة وليست دليلا ولكنها مجرد أن جاءت إلى النص قل أنا تحت نصوص الشرع قل أنا كما ربان الشرع رحمة الله على شيخنا المحدث العلامة الشيخ محمد سعيد بادنشكي إنه ذكر لي مرة أن رجلا جاءه وقال له وأنت يا شيخ محمد سعيد من أهل الحديث هل النبي عليه الصلاة والسلام سحر؟ قال نعم قال في نص صحيح البخاري أنه كان يخيل إليه أنه يأتي شيء ولا يأتي هل هذا صحيح؟ قال نعم قال يستحيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذب الشيخ رحمه الله حل الإشكال كله في كلمة واحدة قال وهل أنت تنكر سحرات تخيل؟ قال نعم هذا نبي معصوم قال له فماذا تقول في سيدنا موسى وقد أنزل الله في القرآن؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأسقط في يد الرجل وعرف أن الأمور لا تزان بالعقل فقط لا بد من الرجوع هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ دعونا الآن نمشي إلى شيء آخر على الطرف النقيض من هذا أناس أدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فعندما جاء أناس واستنكروا أمورا تنكر حقيقة ظنوا أنها من الشارع قد تكون من دسيسة على الإسلام قد تكون لعلماء صالحين ولكنهم أخطأوا قد تكون اجتهادا في مسألة فأرادوا وقدموا وحاولوا أن يعملوا عقلا كما أمر الله تبارك وتعالى فإنكارهم لهذا يجب علينا من هنا أن نفهم الأسباب الأبن الأول ابحث هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ قبل أن تقول الشرع في هذا صحيح أو غلط أو كذا أولا ابحث عن الموضوع هل ثبت هذا في الشرع؟ أم أنه فهم لبعض العلماء؟ ففرق كبير لأن النص المعصوم من الله تبارك وتعالى الذي قال عنه الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه والنص المعصوم الثاني وهو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى الكتاب والسنة هذان لا يمكن أن يكون عقلك قد أنكر شيئا وهما موجودان فيهما الأمر الأول هل ثبت هذا؟ هل ثبت هذا؟ الأمر الثاني نسبتها للشرع هل هي من فهم بعض الأئمة؟ أم ليست من فهم بعض الأئمة؟ هنا يقع الخلط يا كرام يقع الخلط بعض الأحيان في مسألة هل ثبت هذا أو لا فيعمل العقل ويثبت الأمر مرة من المرات خطبت الجمعة وأنكرت على المنبر وقلت إن قصة تكليم الغزالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة وأتيت بأقوال العلماء قول الحافظ بن حجر قول الإمام الذهبي وغيرهم أتيت بهذا الموضوع فلما نزلت من المنبر إذا برجل يمسك بي يقول لعل شيخا يقول غير هذا قلت على الرحب والسعة فاتصل برجل من أهل الحديث وأراد أن يكلمني ففصلت الكلام فيه أكثر وحاولت أن أتكلم وأذ برجل من السوق معنى كلمة السوق العامة من عامة المسلمين يمسك بي ويقول أنت تنكر تسليم الغزالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم هكذا نصر محدثون على ذلك قال وهل هذا مستحيل على الله فاتسمت عندها وقلت له يا سيدي هل أنا أتكلم عن مسألة مستحيل أو ليس بمستحيل أنا أتكلم هل ثبتت أو لم تثبت أنا ما أتكلم الآن عن مستحيل ومن يقول إن الله يستحيل عليه شيء حاشا وكل إن الله على كل شيء قدير ولكن أقول هل ثبتت أو لم تثبت هنا وقع الخلط في هذا الموضوع أولا ابحث هل ثبت هذا الأمر في الشرع فإن كان قد ثبت في الشرع فوالله وبالله وتالله لن يأتي في الشرع ما أتى ولن يأتي في الشرع حرف واحد يناقض العقل العقل الصحيح إذا كان هذا العقل قد دخله شيء من البراث قد دخله شيء من الأوهام قد تلوث فأنا لا أتحدث عن هذا العقل أنا أتكلم عن العقل الصافي الصحيح الذي قال الله تعالى لنا فيه لعلكم تتفكرون الموقف الأول إياك أن تطفئ سراج عقلك إياك أن تطفئ سراج عقلك إن الله تعالى أنزل هذا القرآن ليتدبر الحبيب عليه الصلاة والسلام أعطانا نصوصا شرعية وتكلم بأحاديث النبوية من أجل أن نفهم من أجل أن نعقل من أجل أن نطبق من أجل أن ننزل هذه السنة إلى الساحة وإلى العمل فلا تطفئ سراج عقلك فما جاءك القرآن ولا السنة ولا الشرع الحنيف بذرة ولا كلمة ولا كلمة ولا حرف فيهما يناقض العقل إثنان إياك أن يصور لك أن في الشرع أمورا تخالف العقل ثلاثة اتهم عقلك قبل أن تتهم الشرع فربما يخيل إليك أن في الأمر غلطا فاتهم نفسك اتهم فهمك كما ذكرت آنفا لما هذا الرجل غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته ينكر سحر التخيل طيب ما هي ثابتة في القرآن الكريم في سيدنا موسى أربعة تحر وتثبت قبل نسبة الكلام للشرع قبل أن تقول هذا الكلام ثبت شرعا أو تحر قبل أن تقول هذا الكلام كيف يقول شرعنا فيه أولا هل ثبت قبل أن تقول معقول هذا الكلام قل ثبت شرعا فإن كان غير ثابت فقد كفيت المؤونة وإن كان قد ثبت فإياك فإن هذه الكلمة إذا تعد العقل مكانه وطاش وذهب إلى النصوص فإنك تكفر وتخلع ربقة الإسلام تخلع ربقة الإسلام من عنقك لا بد أن تفهم أنني يجب أن أتثبت هل ثبت هذا في الشرع والأمر الخامس عظم النصوص المعصومة قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنص المعصوم قسمان الكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه والسنة وما ينطق عن الهوى إنه وإلا وحي يوحى وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص أكتب أي أكتب كلامي فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق ارفع رأسك إنك مسلم ارفع رأسك إنك مسلم إن الشرع قد تبنى لك التوازن رباك الإسلام على التوازن فلا تجنح ولا تشطط لا تخرج هكذا ولا هكذا إن الله تعالى قد ضمن لك المنهج الصحيح فدتك روحي يا سيدي يا أبا القاسم يا من قلت لنا ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي الجنوح هكذا أو هكذا رغب هكذا أو رغب هكذا زاد على رسول الله أو ترك سنة رسول الله فليس مني فقد خرج من هذا قال حبيبي أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلاماته عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اشتركوا في القناة